وفي تينيس دائما تقلصت أمال نوفاك جوكوفيتش في اللعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد أن أصر المنظمون على احترام قواعد حكومة الولايات المتحدة بشأن لقاح كورونا الذي يعد شرطا من أجل السماح للوافدين بالدخول إلى الأراضي الأمريكية مما يعني أن جوكوفيتش الذي أوضح مرارا وتكرارا أنه لن يأخذ لقاح لن يسمح له بالدخول للمشاركة في البطولة وأصدر منظمون مسابقة بيانا أكدوا من خلاله أن قوانين التظاهر لا تحتوي على بند يخص الفيروس لكن لا يمكن الخروج عن القوانين العامة للبلد المنظم